الدفاع الجوي حيث مباراة نصر مع تونس اللي انتهت بفوز ننصور قرطاج على الفراعينة بتلت اهداف مقابل هدف واحد في لقاء شارك فيه معلول حدد دي 64 في الوقت اللي كان بيشارك فيه لمدة 90 ديئة بير ستاو مع منتخب جنوب افريقيا امام منتخب الكونجو الديمقراطية وديا اللقاء فاز به منتخب جنوب افريقيا بهدف دون مقابل وعنده اتكلم الكابتن خالد بيبو مدير الكرة في الناد الاهلي عن موقف الاتنين معلول سيتحرك من القاهرة ليلحق ببعثة الاهلي اللي وصلت المملكة العربية السعودية بير ستاو نفس القصة من جنوب افريقيا في رحلة طيران مباشرة زي ما قلنا لحضراتكم من ثلاث ايام انه بدل ما يرجع للقاهرة ويروح على طول من جنوب افريقيا الى السعودية بعثة الاهلي وصلت الى المملكة العربية السعودية وتحديدا الى الطائف حيث تخوض مواجهة الاهلي مع اتحاد العاصمة في السوبر الافريقي يوم الجمعة المقبلة باذن الله قائمة للاهلي كان على رأسها المهاجم الاحدث المنضم حديثا انتوني مودست اللي اتمرن النهاردة مع الفريق وظهر في التدريبات وكان على رأس القائمة اللي تواجد فيها ايضا امام عشور وريضا السليم بينما غاب عنها المصابون كريم ندفد محموب متولي عمر السلية قائمة الاهلي الباحثة عن اول بطولة في موسمها الجديد كالتالي ليه بقول كده لانه بيرسي تاو قال ان في الاهلي الناس بتنسى كل اللي فات وبتركز في اللي جاي حتى لو جايب كل البطولات رسالة مهمة وبتعبر عن اللي بيركز فيه الاهلي في بداية الموسم محمد الشناوي شوبير مصطفى مخلوف حراست المرمى الدفاع رمي ربيعة محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم محمد هاني علي معلول كريم الدبيس خط الوسط أليو ديانج نبيل كوكا مروان عطية امام عشور أفشا حسين الشحات أحمد عبدالقادر ريدا سليم الضوي كريستو طاهر محمد طاهر وبرسي تاو وفي الهجوم صلاح محسن وكهربا وانتوني مودست الغيابات محموم متولي والسلية وحمزة علاء وكريم نتبد للإصابة كريم فؤاد وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية محمد فخري وزعلوك ومعتز محمد لأسباب أو قرار فني من المدير الفني مارسيل كولر التدريب الأول لمودست أكيد كان منتظرا وكان الناس مستنية تشوف إيه لها يحصل وإيه الخطوات تابعنا معاكم أو لحضراتكم كل خطوة من خطوات مودست واجتماعاته حتى مع الجهات المختلفة داخل الفريق وقلنا نلخصها لحضراتكم في العرض التالي أنتوني مودست في يومه الأول بقميص الأهلي مارسيل كولر مدرب الأهلي عقد جلسة مع مودست على هامش التدريبات في حضور وكيل السنائي كولر أكد لمودست ثقته الكبيرة في قدراته وأنه ينتظر منه الكثير مع الأهلي كولر أكد لمودست أن الفريق يحتاج له في البطولات المهمة التي سيقبل عليها الفريق كولر شرح